نظمت وزارة الداخلية عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الإفريقية ودول الكومنولس وجاءت الدورات التدريبية في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحرصة الشخصيات وتأمين المنشأة الهمة ومكافحة الأرهاب والمخدرات تواصل وزارة الداخلية تقديم الدعم الفني والتدريبي للكوادر الأمنية من مختلف الدول لتحقيق الاستفادة من الخبرة الأمنية المصرية في هذا الإطار نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولس في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحرصة الشخصيات وتأمين المنشأة الهمة ومكافحة الإرهاب الدولي والمخدرات لتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية موسيقى منابلي العديد من تحقيق ألتفاة المنشأة الامنة ومعرفة أجل مجتمع بحرمات الأمطار أعتقد أننا مجتمع بحرمات الأمطار في بصنة العربية ومجتمع بحرمات الأمطار في البحرمات الأمطار ومعطي المتدربات خطة مدرسات في مدرسات مدرسة كيف يبدأ بطرسة مريفة في مدرسة مرحلة نطبق زرون دائع سأبدأ بكناة البيت في مدرسة أجل المدرسة ويقوم بجميع مدرسة ومعطينا أدرسة في مدرسة في مدرسة في مدرسة شارك في الدورات التدريبية 92 متدربا يمثلون سنتين وعشرين دولة أفريقية وخمس دول من دول الكومانويلس وتضمنت فعاليات تدريبية متنوعة وفق برامج تدريبية متطورة بما يكفل تنمية مهراتهم وقدراتهم الأمنية في المجالات ذات الصلة بهذه الدورات وقد أشاد المتدربون في ختام فعاليات الدورات التدريبية بالقدرات الأمنية المصرية بشريا ولوجستيا وبحرص مصر على دعم الأشقاء من مختلف الدول فنيا وتدريبيا في كافة مجالات العمل الأمني بما يمكنهم من الارتقاء بالآداء الأمني في بلدانهم موسيقى دولة أخمس من خدام وطفالة جديدة وكما نظري نفسي مصر من خدا ترج domicل اليوني المنزل لنا بسعارة الأمني على تدريبية متطورة أن المستحض الثاني Love طريق الأمني على تدريبية أخرى يستطيع علينا عيد أطفال تأتي هذه الدورات التدريبية اتساقا مع استراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز على تفعيل التعاون الامني مع الدول الشقيقة وتبادل الخبرات من اجل سلامة وامن هذه الدول